السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين قناة رجاءة تعليمية زيك وعملين ايه يا رب تكونوا في احسن صحة وافضل حال النهاردة ان شاء الله معانا كده اخر درسين اللي هو في يونت تو وحنتكلم فيها عن اللي هو طبعا غزال الريم وحنتكلم كمان عن اللي هو واخر حاجة معانا اللي هو وهو فقر الصحراء العاري يلا نبدأ علشان ما نضيعش وزي ما تعودنا دايما ان احنا بنشتغل اول حاجة في الدرس بتاعنا او الدروس بتاعتنا اللي هو وهي الكلمات الرئيسية في الدرس اول كلمة عندك اللي هي طبعا ده نوع من انواع الخنازير اللي هو نوع من انواع الخنازير ودي الصفة طبعا حنستخدمها في الدروس اللي حنشتغلها النهاردة اللي هي نملة طبعا مفردها نملة طبعا بيحفر من اجل الغزاء او طعام بيصطاد من اجل الطعام او الغزاء اللي هو طبعا اللسان بارتس بارتس اللي هي اجزاء ستاب ستاب يعني يوقف او يعني قف دست دست اللي هو طراب جون جون يعني يدخل نيك دمول رات نيك دمول رات اللي هو طبعا نوع من انواع الفران طبعا الفقر العاري ويستريان افريكا اللي هو شرق افريقيا هير هير اللي هو شعر تيث اسنان ودي جامعة كلمة توث اللي هي سنة اسنان تيث وي بادي تيمبريتشر بادي تيمبريتشر اللي هي درجة حرارة الجسم جتل جتل يعني يمرض ساينتيستس اللي هما العلماء كنترول اللي هو يتحكم في زي روموت كنترول او اي شيء ما شابه زلك يعني هولز هولز اللي هي الفتحات او ثقوب سبيشال 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 اللي هو المميز بيبلولار بيبلولار اللي هو المحبوب او المشهور انفورميشن 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 اللي هي المعلومات فاكتس اللي هي الحقائق ايدياز اللي هي الافكار ندخل على الاول فقرة ويجينا لأول فقرة بتتكلم عن طبعا ملف حقوق الحيوانات وبيتكلم هنا عن طبعا غزال الريم طبعا بيبدو غزال الريم انه هو طبعا جميل جدا زي ليفن سهارة طبعا بيعيش فيه الصحارة وطبعا بيمشي علشان يوجد طبعا العشب او الحشائش والليفز اللي هي الاوراق الشجر والنباتات علشان يأكل ويتغز عليها they have big ears and long horns they have yellow white coat which product them from the sun يعني yellow white coats which product them from the sun طبعا على جلده بيكون اللون طبعا اللي هو الأصفر فبيض وده طبعا بيحميه من أشعة الشمس they have hooves on their feet وكمان عندي مخالب في أقدامه they these hooves help them walk on the sand طبعا بيساعدوا الحوافر دي انه هو بيمشي على الرملة like camels زي الجمل بالزبط they don't need to drink a lot of water طبعا هما مش بيحتاجوا ان هما نشربوا مياه كتير طبعا علشان احنا بنتكلم في حيوانات الصحراء فسبحان الله ربنا مميزها ان هي تتكيف مع البيئة اللي هي بتعيش فيها نبص في الاسكوير ده في شوية ideas كده how long is arim gazal's horn ما هو طول قرن اللي هو غزال الريم بيقولك 20 to 30 سنتيمتر شوفوا الطول يعني من 20 ل 30 سنتيمتر how heavy is arim gazal وما هو وزن الغزال الريم ده from bardo 20 to 30 كيلو جرام طبعا من 20 ل 30 كيلو جرام how long does it live طيب قد ايه بيعيش about 14 years حوالي 14 سنة what color is it's cold طيب جلده عامل ازاي cream or yellow white يا اما لون الكريمي يا اما الاصفر في الابيض طبعا المعلومات دي مهمة علشان نعرف نكون جمل على الريم جازال لو انت حسبت جمل علشان تكتبها في مثلا البسج اللي هو مطلوب منك ممكن تسبت جملة بتاعت ريم جازال look very beautiful طبعا دي ايه جملة سبتة حقيقة they live in sahara desert وهما بيعيشوا في سحراء ايه سحراء ايه سحراء they eat مثلا they eat grass leaves and plantes دي جملة تالتة ايه برضو they have big ears and long horns كده جملة الرابعة حنشوف الحيواني التاني اللي هو نيكد مول رات نيكد مول رات اللي هو نوع من انواع الفقران اللي هو الفقر العاري طيب ايه بيقول ده طبعا زي ما انتم شايفين كده شكلوا سبحان الله يعني the naked mole rat lives in esterian africa طبعا الجملة دي ممكن لو حد عايز استعين بها لو هيكتف البراغراف على the naked mole rat طيب ايه معنى الكلام ده the naked mole rat lives in esterian africa بيعيش في شرق افريقيا it has big teeth and no hair الجملة دي برضو سهلة وممكن نكتبها it has big teeth يعني زي ما انتم شايفين كده يمكن الميزة المميزة فيه ان اسنانه كبيرة and no hair طبعا نسموه الفقر العاري لانه هو مش عليه شعر no hair مش عنده it can't control its body temperature because it has no hair طبعا وده سبب من الاسباب انه هو مش بيعرف يتحكم في درجة حرارة جسمه انه هو has no hair ما عنده الشعر but they are two things that make the mole rat special طيب ايه اللي بيميز المور عادة الفقر العاري بيقولك حكتين it doesn't get ill سبحان الله يعني هو ما بيعياش خالص it doesn't get ill مش بيعيه مش بيحتاج انه يروح عنده فيت الطبيب الباتري number two it lives for a very long time انه هو بيعيش فترة طويلة جدا ممكن تبقى thirty one years طبعا بيعيش واحد وثلاثين سنة scientists want to learn about all about more rats حابين العلماء طبعا يعرفوا كثيرا عن الفقر العاري ده they aren't cute هم مش لطاف ولا زراف يعني المورات يعني كحيوانات يعني but they are amazing ولكنهم ايه مدهشين ودي اخر حاجة معانا اللي هو الادفاركس اللي هو الخنازير طيب نشوف معلومات عن الادفاركس بيقولك look very strange طبعا الصفة اللي احنا هاخدناها اللي هم من يبدو ان هم من شكلهم غريب جدا they have big ears and a long nose عنديهم مدان طويلة وكمان انف طويلة يبقى has a big ears عنديهم مدان كبيرة ولونج نوز هو على فكرة مستخدم لك الصفات في وصف اعضاء الجسم بتاعت الحيوان يعني big small long الصفات اللي هي بتبين الكبر والصغر والكلام من ده they use their very strong boos and claws to dig for food طبعا بيستخدموا اقدمهم او ارجلهم وكمان حوفرهم علشان يبحثوا عن الطعام او يحفروا من اجل الطعام they use their long tongues to eat ants سبحان اللهم بيتغزوا على الانتس اللي هم النمل يبقى they use their long tongue عنديهم لسنة طويلة بيستخدموها في ايه بقى to eat ants عشان ياكلوا النمل طيب at work sleep during the day بيناموا طول النهار او اثناء النهار يعني they hunt for food at night وبيبحثوا او بيصطادوا عن اكلهم او طعامهم في الليل ناخد لبالنا من the proposition at night اللي هو طبعا مع night بيجي ايه at حرف الجر ا at work live in many parts of africa الخنازير دي بتعيش في اماكن او اجزاء كتيرة من افريقيا at work can close their noses to stop the dust from going in طبعا بيستخدمو اللي هم من انفهم علشان يعني يعملوا stop يوقفوا الاتربة من الدخول اليهم يعني طيب نشوف السكوير ده بيقول لنا ايه بردو ناخد منه شوية ideas او افكار ما هو طول لسان الخنازير دي بيقول لك from 20 to 30 سنتيمتر من 20 ل 30 كده طول مصطرة يعني how heavy is an at work ما هو اه وزن اللي هو ال at work طبعا اه from 50 to 80 كيلو جرام من الخمسين ل 80 كيلو how fast can it dig a hole طب ايه سرعته في انه هو يحفر حفرة about about طبعا 5 ميلي طبعا الحفرة طبعا عمقها 5 ميلي او كده in 15 seconds في حوالي 15 سنة how long does it live طبعا بيعيش قد ايه بيقول لك about 23 years 23 years يعني حوالي او 23 سنة كده اكون خلصت معاكم الدرس اللي هو الخامس والسادس من unit 2 desert animals بشكركم على الاستماع thank you for watching